السلام عليكم ورحمة الله مع شرح جديد على مدون التعليم المجاني وبعد أن شرحنا عملية الترقية إلى الويندوز 8 لمن قام بالترقية وأراد الترقية إلى الويندوز 10 فلمن أراد الرجوع والعودة إلى الويندوز 8 أو الويندوز 7 فبإمكانه الرجوع بهذه الطريقة كل ما عليك فعله هو أن تذهب إلى قائمة إبداء ثم الـ settings أو الإعدادات من هنا بعد أن تفتح الإعدادات سوف تنتقل مباشرة نحو التحديثات والأمان أو التحديث والأمان إذا كان عندك باللغة الإنجليزية ستجد update and security سوف تدخل إليها هذه هي وبعد أن تفتح التحديث والأمان أو update and security سوف تتجي إلى خيار يمين أو يصار شاشة بحسب اللغة وهو استرداد أو recovery داخل خيار الاسترداد إذا كنت قمت بالترقية ولم تتجاوز عشرة أيام في بإمكانك العودة إلى النظام السابق لاحظوا عفوا يتوفر هذا الخيار فقط لمدة عشرة أيام بعد إجراء الترقية إلى ويندوز عشرة تخفيض الإصدار إلى ويندوز 8 أو go back to windows 8 إذا كان عندك باللغة الإنجليزية إذا كل ما عليك فعله هو هنا start أو بدء الاستخدام وستنتظر بضع ثواني حتى يتم تجهيز العملية ما سبب عودتك إلى ويندوز 8 بعد الترقية إلى ويندوز 10 بإمكانك أن تختار أي شيء من هذه الأمور الموجودة هنا ثم بعد ذلك سوف تنقر على التالي ثم هنا لأن هناك تحديثات قد تحل المشاكل الخاصة بك هناك تحديثات ويندوز 10 بإمكانها أن تحل المشاكل الخاصة بك إذا أردت التحقق من وجودها أو فقط أنا أريد العودة لا أريد التحقق من وجود تحديثات سأقول له لا شكرا أريد فقط العودة إلى ويندوز 10 إذن أنقر على لا شكرا من هنا ثم هنا يجب أن تعرف سيتعين عليك إعادة تطبيقات بعض التطبيقات والبرامج التطبيقات والبرامج التي تبتها وأنت تعمل بالويندوز 10 لن سيتم حدفها يعني بعد التطبيقات التي تم تثبيتها بعد الترقية سيتم حدفها أي تغييرات في إعدادات الويندوز التي قمت بها بعد الترقية سيتم التخلص منها إذن سيعود نظام الويندوز 8 كما كان منذ قبل ببرامجه وتطبيقاته وصوره وفيديوهاته وكل شيء أما التغييرات التي قمت بها على الويندوز 10 فلن يتم احتسابها وستكون كأنها لم تكن إذن تنقر على التالي ثم بعدها إذا كنت تعمل بالويندوز 8 عندك فيه كلمة سر للدخول إلى النظام يجب أن تعرفها ثم تنقر على التالي ثم هنا الرجوع إلى إصدار ويندوز 8 هذا هو إذن ننقر على الرجوع إذن سنضطر الآن إلى أن نصور بالكاميرا من خارج النظام لأنه سيعيد شغيل إذن الرجوع إلى إصدار ويندوز 8 تأكد أن الكمبيوتر موصول بالكهرباء تأكد أنه ليس هناك أي فلاشة أو أي قطعة خارجية موصولة بالكمبيوتر تعطل عملية إعادة الشغيل وانتظر أن يعود نظام الويندوز 8 أو الويندوز 7 بنفس هذه الطريقة إذن يتم الآن استعادة الإصدار السابق من ويندوز لاحظوا وهذه العملية أثناءها قد يعيد الكمبيوتر تشغيل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فليس هناك أي مشكلة كل ما عليك فعله هو تركه إلى أن يعيد التشغيل ويقوم بانتهاء من كل الخطوات الآن هذا هو اللوغ أو الشعار الخاص بالويندوز 8 يعني فعلا لاحظوا لقد نجح في استعادة نظام إذن هذا هو كلمة سير سأقوم بإدخالها من هنا ثم تسجيل الدخول ننتظر قليلا إذن هذا هو نظام الويندوز 8 إذن لاحظوا كابتازيا ما زال في مكانه المتصفح جوجل كروم ما زال في مكانه ستجدون أن الملفات نظام وكل ما هو موجود على النظام ما يزال في مكانه من تطبيقات صور فيديوهات كل شيء لم يتم حدف أي شيء كنت تعمله به وهذا الكمبيوتر الشخصي كما تلاحظون كل الملفات والضغط أو البيانات ما تزال في مكانها إذن كان هذا هو كل شيء اليوم أتمنى أن الفيديو كان مفيدا لكم شكرا على متابعتكم إلى اللقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة